بسم الله والحمد لله والسلام والسلام عليكم وعلى رسول الله وبعد زيكو سنة ربع عاملين ايه؟ ياربو كلكو تكونوا بخير يا حبيبي نهاردة ان شاء الله هنحل اسئلت الدرس الرابع في الوحدة التامنة من كتابة بايبت وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يبصلكوا كل جديد ونبدأ قرأتول ونقول اسم الله الرحمن الرحيم اول سؤال choose the right answer from A, B, C or D بنختار الإجابة الصحيحة نمبر وان يعني جاري أمير تزوج يعني نحن قدمنا هدايا للعريس في العروسة في حفل زفافهم نمبر ثري كل واحد أو الجميع في الحفلة كان عطوف جدا نحن قلنا بمعنى الجميع ولكن يأتي معها فعل مفرد يعني هنختار بمعنى كان نمبر فور يعني والدي ارتكب خطأ نمبر فايف أنا أحب الساعات الملونة كالرفول بمعنى ملون بعد كده read and fill in the gaps اقرأ وملأ الفراغات يعني والدي ذهبوا إلى حفل زفاف جارنا ميسر حسام اسمه ميسر حسام يعني الحفلة كانت في فندق كبير يبقى أول كلمة هنختارها هوتل بمعنى فندق والدي رأوا طاولات أو تربزات with mice cakes fruits and salads يعني عليها ترتات جميلة وفواكه وصلطات in the corner of the room يعني في رقن الحجرة أو في زوية الحجرة there were presentes for the bride and groom يعني كان يوجد هدايا للعريس والعروسة my parentis يعني والدي we're happy كانوا سعداء at this wedding بهذا الحفل بعد كده read and reorder the following to make sentences يعني أد ترتيب الكلمات أول جملة عندنا عبارة عن كوسة جميلة سؤال what was on the table يعني ماذا كان على الطاولة أو الترابيزة ماذا كان على الطاولة أو الترابيزة number two why were your parentis summarized لماذا والديك كانوا مندهشين يبقى كده سؤال بيبدأ بي كلمة استفاهم فعل مساعد فعل وبعد كده بقى السؤال number three she bakes the cakes for the wedding she bakes the cakes for the wedding يعني هي تخبز الترطات من أجل حفل الزفاف يبقى كده جملة بتبدأ بفاعل وبعد كده فاعل وبعد كده باقي الجملة number four dad and mom walked into the hotel يعني الأب والأم walked into the hotel دخلوا الفندق بعد كده رأيت أبرغرافيا أكتب فقرة إنشائية offer sentences من أربع جمل أو أكتب موضوع من أربع جمل أحنا بقى بجيب الكلمات كلمات إرشادية بنستخدم الكلمات في تكوين الجمل أول جملة هتبقى والدي ذهبوا إلى حفل زفاف قرنة بالأمس ثاني بعد كده كان يوجد الكثير من الترطات and fruit they gave presents to the groom and the bride يعني هم أعطوا أو قدموا هدايا للعريس والعروسة they were happy هم كانوا سعداء نقول الجمل كمان مرة my parents went to our neighbors wedding yesterday والدي ذهبوا إلى حفل زفاف جرنا بالأمس there were lots of cakes and fruit كان يوجد الكثير من الترطات والفاكهة بعد كده they gave presents to the groom and the bride هم أعطوا أو قدموا هدايا للعريس والعروسة they were happy هم كانوا سعداء بعد كده عندنا bank to wait علامات التركيم بقول لي ده علامات التركيم للآتي bank to wait the following أول حاجة ال-W فيه هتنزل capital هنكتب السؤال كله بخط كويس وفي الآخر كويسة شامورك علشان ده السؤال لو عندنا سؤال لازم نضع في نهاية السؤال كويسة شامورك السؤال يعني يكون بيبدأ بكلمة استفهام كلمة استفهام مثلا زي وط زي وير زي هاو زي وين زي هو يبقى لو شفنا عندنا السؤال بيبدأ بكلمة استفهام لازم نضع في نهاية السؤال كويسة شامورك علامة استفهام ممكن نبقى عندنا سؤال بس بيبدأ بفعل المساعد برضو لازم نضع في نهاية السؤال اللي بيبدأ بفعل المساعد علامة استفهام طيب أفعال مساعدة زي إي حبايبي زي دو زي داز خاصين بزمن المضارع المستمر خدموا قبل كده زي D في الماضي البسيط زي I زي R في المضارع المستمر يبقى كده لو السؤال بدأ بكلمة استفهام أو فعله مساعد لازم طبعا لازم نضع في نهاية كوسطة شرمارك علامة استفهام لو عندنا بقى جملة خبرية جملة عادية يعني بنضع في نهاية الجملة فولستوب يعني نقطة وبكده يا حباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو لو عجبكم الشرح ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصل لكم كل جديد لو فاتكم أي حاجة من الفيديوهات اللي فاتت تدخلوا على قوائم التشغيل الموجودة في القناة من فوق واختاروا قيم التشغيل سنة ربع من كتاب بيت بيبت وهتلاقوا على كل الفيديوهات بالترتيب سواء شرح الدروس أو حل الأسانة واسبتم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته